اشتركوا في القناة جعله الله من خير الشهور وسيد الشهور وجعله منة ومنحة وهبة وعطية ربانية لهذه الأمة المباركة التي هي خير أمة أخرجت للناس والتي هي الأمة التي جعلها الله شاهدة على الأمم كما بيّن ذلك في كتابه جل وعلا فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هذه الأمة هي من حيث الزمان آخر الأمم ولكنها من حيث المكانة والفضل فهي أول الأمم وأسبقها إلى الخير وأكثرها عملا به والتزاما بشرع الله جل وعلا حفظ الله كتابها إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وجعل فيها من العلماء الربانيين الذين يبينون الحق ويدعون إليه ويهدون إليه ويدلون عليه وجعل فيها من الصالحين والخيرين الذين بإذن الله جل وعلا اتبعون الصراط المستقيم فجعل في هذه الأمة الخيرية والفضل وجعلها المكانة العظيمة في الدنيا وفي الآخرة ونظرا لأنها آخر الأمم وأقصرها أعمارا وأقصرها آجالا وأقلها بقاءا في الدنيا بالنسبة للأمم الماضية كما دلت النصوص على ذلك فإن الله جل وعلا أكرمها بكرامات وأجزل لها الهبات وأكثر لها العطايا والمنح من ذلك هذا الشهر المبارك الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر تعادل يعني أكثر من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر وجعل هذا الشهر المبارك من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فانظر إلى هذه العطايا الثلاث وهذه المنح والهبات لكن تأمل أيها المسلم وتأملي أيتها المسلمة هذين الشرطين هذين الوصفين الواقعين في موقع الشرط إيمانا واحتسابا فكأن هذه الأحاديث بالمفهوم المخالف وفحو الخطاب تدل على أن هناك من المسلمين من قد يصوم لكن ينقص عنده الإيمان والاحتساب وهناك من يقوم من المسلمين ولكن ينقص عنده الإيمان والاحتساب وهكذا في ليلة القدر وليلة القدر نسبة لهذا الشهر المبارك المتواطئ من النصوص والمتوافق من أقوال العلماء والمتآلف من الأدلة ودل ذلك كله على أنها من خصائص هذا الشهر المبارك أعني شهر رمضان وذلك لأدلة كثيرة منها قوله جل وعلا وقال إن أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر والقرآن أنزل في ليلة القدر وقد بيّن الله جل وعلا أن القرآن أنزل في شهر رمضان فقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فهذه النصوص وهي هنا من القرآن الكريم بمجموعها ومجموع دلالاتها تدل على أن ليلة القدر من خصائص هذا الشهر المبارك ثم دلت النصوص وتواطأت أقوال العلماء على أنها في ليالي هذا الشهر يعني أن إن كان وقوعها وحصولها يكون في أي ليلة من ليالي هذا الشهر وإن كانت بعض الليالي أرجى من بعض إلا أن النصوص لم تقطع بتحديد ليلة معينة لليلة القدر التي نوّه الله بشأنها وعظّم أمرها فقال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائقة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا على قراءة فانظر أيها المسلم وتأمل أيها المسلمة أن النصوص لم تقطع بليلة محددة وهذا والعلم عند الله وهذه سنة الله كما دلّت عليها النصوص المتوافرة المتناثرة في الكتاب والسنة بأن العبادة العظيمة ذات الأجر الكبير والخير الوفير والعطاء الجزيل تخفى حتى يبقى المسلم في شوق إليها وفي انتظار لها وفي استمرار على العبادة لطلبها ولهذا عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الوسطى ثم وكأنه رأى أو ألقي في روعه أو ألهم أنها تكون في العشر الأخير كما يدل على ذلك الرؤية التي رآها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورؤى الأنبياء حق وكانت في العشر الأخير لكن كما سبق الكلام لم يقطع بليلة محددة فمعنى ذلك أن كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك هي مظنة لأن تكون ليلة القدر هي مظنة لأن تكون ليلة للقدر أي ليلة القدر أي تكون ليلة القدر فانظر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وانظر كم تكون كم يكون الأجر في عبادتها وكم يكون الثواب في طاعة في طاعة الله فيها وعبادة الله والمعنى هنا في عبادة الله فيها انظر للأجر الكبير أكثر خير من ألف شهر أي خير من ثلاثة وثمانين عاما وأربعة أشهر ولهذا جاء في الحديث المحروم من حرمها من حرم الخير فيها أي ليلة القدر فانظر لهذه العطايا أيها المسلم وأيتها المسلمة ولنتعمل هذه الهبات وهذه المنح حتى نستفيد منها وحتى نحقق مقصود الشارع من هذه المنح التي منحها إياها المقصود الشرعي منها وهو أن نستدرك ما قصر من أعمارنا بالنسبة للأمم الماضية حتى كأننا إذا استقام أمرنا في هذا الشهر المبارك الكريم وعبدنا الله جل وعلا فيه واستقام حالنا وعبدنا الله بإيمان واحتساب وتجنبنا الزلل والخطأ والمعاصي والقبيح من الأقوال والأفعال كما جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وجاء في الحديث إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد فليقل إني صائم طيب ألا نرى أنه يقع في شهر رمضان من السباب والشتام ما يقع بل إذن معنى ذلك أنه نقص علينا الأجر ونقص علينا الثواب وانخرمت علينا هذه المنحة وانهدمت علينا هذه المنة وهذه العطية فلم نقدرها قدرها ولم نعطيها حقها والله المستعان وقد يكون ما حصل من السباب يكون بين صائمين كما نرى في رمضان وقد يقع في غير رمضان بين صائم وغير صائم فقول الحديث فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يعني السباب والشتام والقول القبيح والفعل القبيح كله يندرج في معنى هذه اللفظة وفي دلالتها فلا يرفث الرفث الرفث ليس خاصا بمعنى معين كما ورد في آيات الصوم وإنما هو عام بالمدلول اللغوي وللشريعة أن تحدد معنا معينا في سياق معين في حال معين فإن لم تحدده أي لم تحدد المدلول من المفردة فإننا ننتقل إلى اللفظ إلى المعنى اللغوي والمدلول اللغوي وهذا ما يكون في معنى الرفث في هذا الحديث وليس المعنى الخاص فقط الذي دلت عليه الآية أحل لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هذا معنى خاص والحديث معنا عام وذلك ويدل على ذلك كل السياق والمراد السياق والمراد من السياق كما هو معلوم عند أهل العلم في مظانه نعم فإذن نحافظ أيها المسلمون على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الخير الكبير فنتحلى بالإيمان وبالاحتساب وبالصدق وبالإخلاص وبالأخلاق الطيبة وبالجود والكرم وبالإحسان فإن هذا الشهر المبارك شهر الجود وشهر الإحسان هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقدر هذا الشهر ويعطيه فيه ويعطيه من الأهمية ومن الاهتمام ويتعبد فيه ربه بالأقوال والأفعال ويفعل سائر القربات ما لم يقع منه صلى الله عليه وسلم في شهر غيره دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وإنه صلى الله عليه وسلم لأجود بالخير بمعنى العام الشامل من الريح المرسلة حينما يعارضه يلقاه جبريل فيعارضه بالقرآن أو يدارسه بالقرآن قال بعض العلماء وذلك لأثر القرآن فيه صلى الله عليه وسلم فهذا شهر القرآن ومن المنح التي منحت لهذه الأمة أن تتعبد الله بتلاوة كتاب الله جل وعلا الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحرف منه بعشر حسنة إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف كما دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فانظر ثلاثة أحرف بثلاثين حسنة إلى كل حسنة بعشر حسنات يعني ثلاثمائة حسنة كل حسنة بسبعين حسنة فانظر والله يضاعف لمن يشاء ولا سيما في هذا الشهر المبارك شهر الجود والكرم والخير والإحسان والعطاء والمنح من الله جل وعلا لما منح الله هذه الأمة وأكرمها بهذه الكرامات وأعطاها ووهب لها هذه الهبات ومنحها هذه المنح في هذا الشهر المبارك أعانها بأسباب يسرها لها يسرها لها فتصفد مرضة الشياطين أو مرضة الجن وتفتح أبواب الجنة الجنان أي بمعنى تهيأ أسباب دخولها من معاني الحديث ومن دلالاته أي تهيأ أسباب دخولها فتهيأ أسباب الخير للمسلمين من الطاعات والعبادات والصيام والقيام والصدقات والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا ولو كان على مذقة لبن أو على شربة ماء أو حبة تمر انظر لهذا الخير العظيم وهذا الفضل الجزيل وهذه الهبة الكبيرة وفيه تغلق أبواب النيران بمعنى أن تجمح أسبابها وأن تكبح أسبابها التي عائدة إلى النفوس ومن ذلك تضعف الشهوات في شهر رمضان في شهر الصيام وذلك للصيام المعروف فقد ورد أنه جنة جنة أحدكم في الحرب أي جنة من النار وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وشهر الصوم شهر الصبر كما تعلمون وفي الحديث القدسي الصحيح قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها قال الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لا يدخلوا في المحاسبة ولا في المقاصة ولا في الموازنة وإنما هو فضل من الله وهبه الله لهذه الأمة المباركة وإن كان الصوم في الجملة كتب على أمم سابقة كما كتب على هذه الأمة كتب على هذه الأمة كما كتب على أمم سابقة إلا أن صوم هذه الأمة في شهر له خصائصه وله منحه ووظائفه وهباته التي وهبت لهذه الأمة ولم تكن لأمة قبلها أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأن يصلح أقوالنا وأفعالنا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يتولانا بهدايته ورحمته أسأل الله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا وأولاة أمر المسلمين أجمعين لكل خير أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أولماءنا وجيشنا وجندنا ومجتمعنا وأمراءنا ووزراءنا ومجتمعنا لكل خير وأن يعيننا جميعا على كل بر أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يجنبنا السوء وأن يرد عنا كيد الكائدين نعوذ بالله من شرور الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار هذه الكلمة بنيتها واستجبت لدعوة وصلتني من رئاسة الشؤون الحرم المكي والحرم المدني في برامج أعدتها لهذا الشهر المبارك الكريم فاستجبت لهذه الدعوة احتسابا إن شاء الله للأجر على الله جل وعلا ومساهمة مني في الخير الذي تقوم به وعليه هذه الرئاسة لشؤون الحرمين والتي هي في جميع ما تقوم به إنما هو بتوفيق الله لها ثم بدعم ولاة الأمر قيادة الرشيدة وتوجيهاتهم لها ولنا جميعا فأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والشكر من الله جل وعلا والإحسان والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته